عن نجاح مصريين سواء في الداخل أو في الخارج وكمان عن نجاح مصر في استضافة وفي تنظيم فعاليات بطولات عالمية وده كان طبعا شيء برضو حاضر معنا بمنتهى قوة طول الفترة اللي فاتت مصر كمان نجحت في استضافة منافسات البطولة الافريقية للرماية على الأطباق المروحية ومش بس كده ده كمان كان فيه سيطرة شبه كاملة للرماية المصريين بشكل واضح جدا على المراكز الأولى وأيضا في حصورهم على كؤوس البطولة اللي اختتمت مسابقتها بالأمس بعد ثلاث أيام من المنافسات الشرسة على الملاعب الدولية لنادي الصيد بالسادس من أكتوبر الكلام ده حصل بمشاركة 250 رامي ورامية من تسع دول حول العالم حصل رمات الفراعنة على 21 كأس متنوعة ويعني بواقع نقول لحضراتكم برضو 35 35 بالزبط كده 35 كأس في جميع المنافسات بالزبط كده ثمان كؤوس في بطولة إفريقيا فردي وثلاث كؤوس للفرق بخلاف عشر كؤوس في مسابقة بريتا وطبعا كان الرماء المصريين قد حصدوا خمس كؤوس في بطولة كأس الرئيس وكمان تسع كؤوس في بطولة الجايزة الكبرى عشان كده فعلا زي ما أنت بيقولي أنا هاواند أصبحت المحصلة النهائية للفراعنة 35 كأس في جميع منافسات البطولة اللي أخيمت على مدار أربع أيام شيء عظيم جدا ده كلام محترم جدا يا كريم أعتقد طفرة برضو حدثت بأخرا فيه هنا تحديدا الرماية في مصر اشتركوا في القناة